السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دواء مشتقاته من مصادر الأبقار والخنازير والطيور هل استعماله حرام أم حلال وشكرا؟ طيب في عندنا حاجة في الفقه اسمها الاستحالة 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 جاي من شيء يتحول إلى شيء آخر التحول مادة تتحول إلى مادة أخرى بالمعالجات الكيميائية بالنار بوضع مادة على مادة بص تلاقي الشيء النجس ده ذاب في المواد الأخرى فتغيرت صفته ورائحته تماما طيب لذلك الفقه يقولوا الله يا ترى هو يجوز التداوي بالنجس أو النجس طيب أولا إذا وجد الطاهر فهو أولى خلاص يبقى توفر الشيء الطاهر ده اللي هو من بدايته من بدايته طاهر يبقى ده الأولى طيب إذا لم يتوفر وتعين هذا وعمل موضوع التركيبات واستحالت إلى مادة أخرى اللي هو شكل تغير بس شكل تغير يبقى جائز ولا مش جائز جائز إذا أثبت أهل التخصص بأنها ليست مضرة بأهل التخصص يقول لنا إن فعلا ما فيش اللداء يا جماعة أطباء يقولوا آه ما فيش اللداء ومن هذه المادة يعني الشيء الطاهر اللي ناخد منه التركيبة ديت مش موجود وهو تعين مثلا في الخنزير أو في غيره من النجاسات خلاص ويجرى عليها التغيرات عشان تتحول إلى مادة أخرى بطريقة بتركتهم يبقى خلاص يبقى كده جائز اشتركوا في القناة